فيلم فلسطيني اسمه صالان هودا تصدر منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين لمحتوى من بعض المشاهد التي اعتبرها ناشطون جريئة البعض وصفها بأنها إباحية إضافة لقصة الفيلم الحساسة تعود أن أخذكم إلى عماذا يدور هذا الفيلم الفيلم فلسطيني من بطولة الفنانة الفلسطينية من العوض وميساء عبدالهادي إخراج هاني أبو سعد تم عرضه مؤخرا في مهرجان بيروت الدولي للسينما تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة تحت شعار نساء من أجل القيادة تدور أحداثه من خلال قصة حقيقية حول سيدة تعمل في صالون تجميل في مدينة بيت لحم تملكه هودا التي تقوم بدورها الفنانة من العوض تعاني من أزمات شخصية ترتبط بظروف عائلية تعمل لصالح إسرائيل بحسب قصة الفيلم كنت شعبك بشو السبب مسكوني مع واحد غير جوزي وهددوني يا لفضيحة بعدها عدب حين جوزي يا العمالي المواصفات تبعت البنات اللي بتختريع لش اختار تتخبي هاي الصورة بالزاد مين هاي لك اللي المنت بقى سرع وقد ممكن تقوم هودا صاحبة الصالون باستغلال محلها بحسب الرواية في الفيلم لتصوير النساء اللواتي يترددن على محلها بوضع بخدر لهن إحدى ضحاياها أم شاب اسمه هاريم يتم تصويرها في مواضع اعتبرها البعض غير لائقة حيوه جوزي نخليني أتنفاس ولا اشي لساة نفكر اني بحب واحد تاني في واحد تاني ايوه في حدا ينحببها الجورة عاصي راس بريد فشار هدول بنات ما لهم جزم انا المسنبة فيهم وانا حاضرة للموت اي اشي بدك تعرفوا مني قبل ما موت رح اجاوبك عليه بس كون متأكد اسماء مفش مين مين انتم بخابرات الاحتلال بدنا تشتغلي معانا اسم الفيلم تصدر محركات البحث لمواقع التواصل كالاكثر بحثا في الساعة الاخيرة قيل بسبب احتوائه على مشاهدة جريئة اثارت المشاهد في ذلك الفيلم الحميمية جدلا بين الفلسطينيين على وسائل التواصل سكينة المشيخص ماذا تكتب في هذا السياق تكتب سكينة انتهيت من مشاهدة فيلم سالون هودا اول فيلم اباحي عربي بحسب رأيها مشاهد عري مقززة قصة وحوارات هزيلة جدا وغير منطقية الميسري هل له نفس الرؤية يقول لو ما كان ما ذكروا كلمة اباحي كان احسن وما حدا داري عن الفيلم لان الشباب بالوطن العربي بيروحون يشوفوا عشان كلمة اباحي يقول ذلك باسما اما هنا سعد بن عبد الرحمن فيلم سالون هودا لازم نعترف جميعا انه واقعي ولكن الطريقة التي يتم ترويج له فيها غير اخلاقية فكان بامكان مخرج الفيلم ان لا يظهر الاباحية في الفيلم ويغصل الرسالة ولكن الهدف واضح هو انفتاح الدراما الفلسطينية كما يحدث في الدول المجاورة الفيلم الفلسطيني لكنه غير اخلاقي بحسب رأيه ماذا تكتب صفية العمر؟ صفية فيلم سالون هودا صناعة فلسطينية بامتياز وانتصور الفيلم في مدينة بيت اللحم بس شو فيلم من الاخر تقليد اعمى بامتياز وين وزارة الثقافة ولا وين محافظ بيت اللحم ولا رئيس بلدية بيت اللحم استنكر على تصوير هالفيلم الاباحي اللي يمس محافظة البيت اللحم خاصة وفلسطين عامة لحد دخولنا في الستوديو لم يرد اي تعليق من قبل المخرج الفلسطيني هاني ابو سعد حول جدل الدائر على فيلمه وبخصص هذا الجدل اصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا كتبت فيه لا علاقة لوزارة الثقافة باي شكل من الاشكال بالفيلم صالون هدى تؤكد الوزارة على رؤيتها بوجوب وجود سينما وطنية شاملة ملتزمة بقضايا شعبنا ونضاله المشرف لاستعادة بلاده وتحريرها شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها وتعليقك عليها